السلام عليكم ورحمة الله أود نحل مع بعض الـ Example 2 هذا بالأرقام عندك Complex Power مسألة Complex Power Find S اللي رايحة للـ Load الـ Load عبارة عن RL و Capaster يعني كأنه Capaster Load تمام هذه الدائرة كأنها جزئين جزء Source مصدر وجزء Load المصدر عبارة عن generator في S Sinusoidal زي ما هو موضوح بالرسم معه Resistance عادة تكون موجودة تجي معه للـ Source نسميها RS هذه أحيانا حتى في الحياة العملية يكون عندك generator ويكون عندك معه R Source ومعه أيضا Transmission Line يكون R L أو R يعني نقل الكهرباء يتم عن طريق خطوط النقل فالعموم هذه كلها تودي الطاقة إلى مكان الأحمال أو الـ Load أو المصنع أو البيت ونسميه Load الـ Load هنا في المثال صار Capaster Load ممكن يكون غالب الـ Load Capaster ممكن يكون غالب الـ Load Inductance طبعا مع Real Resistance فشبهنا Load بـ R L مع C هنا تمام لا تنسى عندك في الدائرة في عندك اللي ملون هذا الـ Soundbox عليه V L فكأن الـ V S المصدر رح تساوي V على الـ R S رح يكون Drop زائدا V L فكأن الـ Voltage السورس تجزأ بين الـ R S صار في Drop على الـ R S صار في البقية يروح للـ V Load تمام طيب أنا الآن وش المعطيات اللي عندي عندي فيه S 100 والزاوية 0 معطينيها بالـ Bowler Form زمي أحد الطلاب سألني سؤال قال هل المئة هذه يا دكتور هل هي RMS أم الماكسيمم تذكرون القوانين عندنا إذا نتعامل مع الماكسيمم فيكون S Complex Power تساوي نص في V في I conjugate والV والI هنا ماكسيمم تمام إذا كنا تتعامل مع effective value أو RMS values فلا ما رح يكون فيه نص رح يكون S يساوي V effective أو V RMS ضرب I effective conjugate فلازم نحدد هنا طبعا بما أنه ما ذكر شيء أنا بافترض أنها ماكسيمم لو أعطاك إياها بالـ Time Domain قالك 100 كوساين أوميجا تي زائدا 0 معناها المئة هذه ماكسيمم إذا أعطاك بالبولر لازم تشوف هو أعطاك هل قالك بالـ RMS إذا أعطاك RMS تعامل معها كـ RMS أو effective إذا قال إذا سكت افترضها أنت أنها ماكسيمم حل على الماكسيمم واضح إنها سكت بنفترضها ماكسيمم زين لكن بعض الكتوب يعطيك إياه يقولك RMS خلاص ما تقسمها على الجذر الثنين فهمت خلاص تتعامل معها كـ effective أو كماكسيمم العموم ونعطيك الـ RS2 والـ RL5 والكباس ثور لود معطيك ياب المايكرو فاراد 2000 لازم تحولوا إلى XC وعندك الأوميغا اللي تساوي 2xF تساوي 377 راديان بر ساكن هنا أقول لكم شي الأوميغا هنا لو أبحث بالفريكوانسي لأقسم على 2x 377 على 2x بتطلع 60 هيتس تقريبا فهذا كأنه جنريتور يعني في النظام مثلاً عندناش لو أعطنيها بالهيل سأحولها الأوميغا هنا معطيك أوميغا خلص ستتعامل معك أوميغا أولاً نشوف الحل XC ساوي منس G عن أوميغا C فتساوي منس G على 377 ضرب 200 مايكرو مايكرو عاش صالب 6 طرعت لهذه ناقص G 1.326 أوم هنا الآن حولتها الأوم طيب عشان أحسب الـ I load هنا series current هو نفسه I source تمام فراح يساوي بجيب Z total يتساوي RS زايد R load زايد XC طيب كم Z total اللي شوف هالمصدر 2 زايد 5 7 أوم ناقص G 1.326 أوم واضح هذا كلها بالأوم طيب الآن بحسب I load مايساوي V total أو V source تقسيم Z total إلا طلع عندي قسمتها بالآن طلع عندي 13.791 plus J 2.613 والوحدة أمبير واضح طيب أبحولها إلى Boller Form أساس القانون نتعامل معها لما أقول نصف بذلك بولر فحولت البولر طلعت 14.036 والزاوية 10.728 اللي بقول لكم إياه هنا ملاحظة طلع الـ 14 هذي بما أنك تعملت مع V SK كماكسمم هذي IL ماكسمم لو افترضت الفي S أرمس يتلع هذا الرقم أرمس بما أنه أنا تعاملت معه كماكسمم وبالتالي رح يكون القانون عندي S كومبلكس بوض سوي نص ليش قلت نص يا شباب لأنه عندك هذي ماكسمم في VL كسينيسول ضرب IL كونجيكت طيب أنا عندك IL ولازم أحسب ال VL طيب أنا عندك ال VS ال VS طيب كيف أجيب ال VL بكل بساطة ال VL تساوي IL كسينيسول للضرب اللود R لود بلس J X فأنا جبت ILود هو نفس ال I Sources ضربته 14.036 كماكسمم والزاوية 10.728 ضربته بالR لود فقط مو 7 5 أوم ناقص جي طبعا Q نفس X فطلع اللي طال عمركم ال VL 72.418 بلس أو J 5.223 حولتها إلى Polar Form طلعت 72.606 والزاوية ناقص 4.125 أبقلكم شي لاحظوا زاوية الفولتج لود مينس 4 بينما زاوية الكرن الكرن بلس 10 728 من الليدن ومن اللاقين لما قل ال I لود 10 بالزايد فكأنه يبدأ قبل بداية الفولتج الفولتج منس 4 وشوي جاي على اليمين إذن هنا اللود يعتبر الكرن يعتبر leading leading الفولتج بكم بفرق الزاوية 10.7 2 8 ناقص ناقص 4 يتطلع حول 14.8 تقريبا هذا leading الكرن يسبق الفولتج بهذا الزاوية الفرق زاوية الكرن عن زاوية الفولتج واضح تقريبا عموما دائما الكباستر نعرف اللود لو كان أغلبه كباستر يعني كباستر لود رح يكون الكرن leading وهذا واضح لهنا من مقارنة زاوية الفولتج وزاوية الكرن زاوية الكرن 10 بالموجب وزاوية الفولتج ناقص 4 بالسالب إذن منه ال lead ال lead هنا الكرن هو وليجي قبل الفولتج طيب نجي نحسب الاسلود الاسلود ساوي نص vl في il لا تنسى الله يسعدكم طيب نص وحطت الأرقام وزاوية ناقص 4 1 2 5 بالدقريز ضرب ال i load حطت نفسه 14 0 36 بس الزاوية غيرتها بالناقص لأنه طيب يوم ضربت الكميتين طلع لي الاسلود طلعته أنا بصياغة مهم تحطه بصياغة عشان تميز وين البي افرج وين الرياكتف باور طلع لي بالريكتانج 492.523 هذا الريال هذا البي افرج هذا البي افرج ناقص جاي 130.618 هذه الرياكتف باور فهي جز اين الكمبليكس طيب لو بغى جز باخذ الريال بارت هو البي افرج كم البي افرج عندك 492 طبعا فك نسيت الوحدات الاسلود الاسلود اللي تسوي نص VL VIL وحدتها فولت امبير فولت امبير شايف كتبت بين قوسين اما البي وحدتها وات اللي اخذت الريال بارت من الاسلود 492.523 اما الرياكتف فالرياكتف عندك هنا ماين 130.618 وش معنا ماين الله صلى الله يسعدكم معناتها leading leading لانه كباستر لود leading الماينس الكيو تصير بالنكتف ولما يكون الكيو بالبوزيتف معناتها ويكون اللود تذكرون قلناها في المحاضرة وش وحدة الكيو فولت امبير رياكتف VAR هذا بالوحدات تحليناها كاملة لا بقل لكم ملاحظة طبعا هذا وش قلنا احنا leading ليش لانه عندك هنا الاشارة بس بالسالم ومفروض تطعلك بالسالم زين طيب لو بأحلل هذا الباور اللي رايح لللود وين تضيع الريال باور عادة تضيع في الار او اه في الار لود طيب انا الان لو بأ اتأكد من حلي انا اعرف انه طال عمركم الار لود هي اللي تبت تستهلك هذه طيب كيف اجيب الار لود ما تساوي الار لود طبعا لازم ايش دام انه اه ما هو ارمس انا اجيبه ارمس اقسم على جدر اثنين واقول الكل تر بيع واضربه في خمسة الخمسة والشي تمثل الار لود الار لود خمسة اوم تبت لاقول لو تحسب الار لود اللي هو طبعا هنا لما تاخذ الامبليتود هذا هذا الرقم 14 هذا المثل الاي لود ماكسمم اقسم على جدر اثنين يطلع ايش ارمس تربيع ضربه في خمسة المفروض الرقم هذا يساوي يساوي الريال باور اللي هي 492.523 لانه الريال لود راح تروح في الار لود تمام اما الرياكتف اللي هي 130.618 منين جاتنا الله يسعدكم جاتنا او جاتنا من ايش من الكاباستر من الكاباستر فلو جبت الكاباستر ال xc اللي هي ماينوس كم كانت 1.326 ماينوس j 1.236 وشو الوحدة اوم لو قلت الرياكتف باور بتأكد تساوي تقسيم جدره اثنين عشان نجيب ارمس والربع ونضربه في 1.236 الامبليتود حقها بيطلع لك الرقم اللي هو 130.618 اللي هو الرياكتف هذا لو بغا تنجزها لكن انت لما تجيب الاس لود كاملة هو يجيب لك الجزئين على طول يجيب لك هذا وهذا تماما بس بتتأكد تقدر تتأكد كده طبعا لو قال لي احسب احسب الاس اللي طالعة من السورس من السورس كاملة كان يصير كان يساوي نص الفي سورس ضرب الآي سورس لنفس الآي لود طبعا بالاسي كونجيكت يعني كأني اخدت الفولتج كامل ما اخدت الفولتج لعلى اللود هذا الاس تلاقونه التوتل جزء منه راح يروح ريال ريال بارت راح يروح في الار اس اللي هي جزء في الريزيستنس الجاي السيريز وجزء من الباور راح يروح في الار لود الريال باور اما الكمبليكس باور الكيو هنا هنا الكيو تطلع نفس الكيو ليش لان ما عندك الا كاباستر هنا موجود في اللود ما عندك كاباستر في الترانسميشن لاين واضح اذا هذا حل تمارين الكمبليكس باور دائما دائما القانون عندك الاس بشكل عام تساوي نص الفي ماكس او في الاي ماكس كونجيج هذا رح يخليها عندك كومبليكس نمبر بي افريج بلاس اور ماينوس تي كيو متى تكون بلاس لما يكون الزد اغلبه انداكتف يعني زد رح يكون ار بلاس جاي اكس ال لما يكون الزد عبارة عن ار ماينوس جاي اكس سي معناته عندك معناته الكيو تطلع بس سالب واضحة هذا ما حبيت اقول لكم اياه في هذا الاكزامبل تقدر تتدرب على اكثر من مثال تتعامل مع القانون الرئيسي طبعا لو لو اعطيت كيها ارمس يكون الاس اشي ساوي ما تسقول هاف تقول او او افكتف ضرب اي ارمس كونجيج انت لا تنسى اتمنىكم التوفيق اشتركوا في القناة